السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الدروس الطائفة تكلمنا عن الـ function types والـ functions أنواع والـ prototype حق الـ function والـ definition والـ call out كل أنواع الشيء كل شيء عن الـ function تكلمنا عنه انزين الحين خلنا بترضي فرضية شوين يعني نعمل بشكل أذكى مع الـ functions لو تذكرون في الـ function كان بالـ return نقدر رد رقم واحد بس أو شيء واحد فقط ما قدر رد أكثر من شيء يعني مثل طرشت لـ x و y لازم أجمعهم ردهم فوق بعض أو سوهم يعني يسوي معادة واحد يطلعي رقم واحد فقط لكن ما قدر رد قيمة x و قيمة y انزين شوين الحل عندنا في البعض رح يطلع يقول نقدر نستخدم global variable أدري أنا ما بي هذا أنا بي الـ functions شوين قدر أخليها إيه نفسها تتحكم أو تغير قيم values زيتني في عندنا شيء يسمونا pass by reference تمام لو تذكرون عن اللي سوناها كله كان pass by value يسمونا ليش لأن كنا من نعرف الفنكشن أو من النادي هنقول له اسم الفنكشن خلنا فرضانا هكتب comment اسم الفنكشن وبين لقواسنا نكتب له مثلا خمسة و ثلاثة أو رقم غير يو هذا كله pass by value يسمونا شون pass by value pass by value اني يسوي كوي من الرقم اللي حطيته ينقله بمكان ثاني في المموري و يستخدمه تمام فنحن ما لا يأثر على variable مالك لكن في طريقة يسمونها pass by reference اني اعطي address ايضا ما فهمنا يوسف شقعد قول خلن نشرح زيادة و نعرف شو ال address او شي مثلا انترضنا اني سويت variable int x قيمته صفر تمام لو كتبنا cout cout sorry ها cb شنو ها cout اوكي قيمة ال x اكس هنكتب شي شوية رتب شغلنا ال value is تمام اكس وبعد نقول and x address and sorry and 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 x address is and x and x x x and x 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 هذا هو المنزل فهذا احد الكونسيبت الموجودة في الحياة انه ممكن نسوله Addresses انزين خلنا نتعامل مع Addresses شوية Addresses Memory وطبعا يعتبرونه من بشي يعني خطر في security من المموري لين ممكن اي غلط انت تدمر الapplication معلك وايضا ممكن تأثر على الكمبيوتر قاعد يشتغل عليه تمام فخلنا نشتغل شوي في Addresses خلنا نفترض احنا الحين طبعنا قيمة X Value خلنا نفترض بعدين شوي قررت اني اغير قيمة X حطيتها 7 خلنا نشوف هل Address راح يتغير ام راح يكون ثابت شوفوا او شي غيمة X صفر Address بعدين عقو ما غيرنا قيمة X Address كان ثابت يعني اوه في بيته بس غيرنا قيمتك ما غيرنا اي شي من مكانك انزين فمعناته اثناء ال Run Time نستنتج من العملية هذي اثناء ال Run Time عندنا ال Address ثابت طول وقت نفس الرقم ما يتغير انزين شون ممكن استفيد فيه من ال functions هذا giaح نشوف شون استفيد منها في ال functions راح ساوي function ما فيها return لكن راح تغير لي جاي مثلا x شلون راح اقول لها void تمام راح نسوي راح ساميها مثلا pass by reference بس راكتب ref زين راح اقول لها integer حسنا يبين رقم الهكس هذا اللي تحت موجود على اليمين يبين رقم هذا انزلين شون راح اعطي الرقم هذا عشان يستفيد منه او شون راح يستفيد منه الرقم هذا ما منه اي فايدة تمام انزلين خلنا فرض ان راح قيمة الهكس سبعة وصلنا راح اقول لابل واي تكون قيمتها 20 تمام شي بسيط وما في return ولا في اي بطيخ يعني يمكن حتى تشوفوه يقولوا ما يحصل اي شيء لكن لو سوينا call حق الفنكشن هذي pass by ref وحطينا الهكس داخلها طبعا مو الهكس نفسها الهكس تمام راح يصير الحين pass by reference اوكي راح ياخذ اي اسموه للا الوكيشن او الادرس حق الاكس وغيرا وسوي عشرين حينسوف الناتج شوفوه همورة معني ما حطيته هني لكن حطيتها الاكس هو رايح ايب الادرس ما ال اكس حطه في واي واستخدم قال الادرس ما الواي او الادرس او الشيء الفريابل ما موجود في الادرس هذا اي بيسير قيمة عشرين او تلاحق نحضون صالت قيمة X بعدين 20 والآدرس نفسه ما تغير نحن نقعد لف حوانين الآدرس الآدرس هو يعني مثل ما قلت لكم وهو مكان ثابت ما يتغير لكن نفس غرفة رقمها مثلا 2 الغرفة هادي فيها مثلا مجموعة من مثلا خلنفترض مجموعة من التلفونات مثلا خلنفترض فيها 20 آيفون X بعد شوي ايه مثلا مجموعة من اشخاص اشتراموا عندي آيفون X نقص آيفون X فما راح اروح اناقص راح نقص بالمخزة من الغرفة اللي فيها آيفون X ما راح اغير الغرفة اللي فيها آيفون 8 مثلا ات the same concept يعتمد على الآدرس ازيني شو قلت ازيد الرترن تايب يعني كان عندنا نقدر نستخدم في الحالة هذي نحطره هني انت ونسو رترن لا فكرة الباس باي رفرنس اني اجد اسو رترن نحق مور دان one value انت انت مثلا اس انت اللي هو اخصى اللي انتجر طبعا نحدي يفعل شي ثاني انت عار و اس تمام راح اقول اللي اس مثلا equal 40 بلا 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 r equal بلا 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 تمام اه باس باي رفرنس بلا 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 باس باي طيح اني رحصت لعدي error ليش يعني يابي values متغيرات راح اقول له انت y equal zero and z equal to zero حين لو اي اطباعهم كلهم هنفترض هني راح نخلي هذي value of ما يداعي هاذا هنفترض ان نحني نحط نغير قيمهم كلهم هني value of x value of y value of z و هني y و هني z و هني كذا كنفي الشي y و z هنحن راح نشوف الادرس بين هذيال 3 variable مختلفة تماما لو تلاحظون ان تلاحظون اختلاف بسيط جدا بينهم لان راح يكون متعرفين وراب بعض direct ما في بينهم اي فراغ او ما طول زمن معين عشان يطلع فراغ بينهم x value of 20 اللي هي هذي عرفناه فوق y هذي z و كل واحدة بغرفة مختلفة لو تلاحظون اخير ثلاث ارقام راح تتغير والله حتى اخير بس رقم هاذا 48 طبعا راح تشوفون شي غريب انه difference بينهم بس اربعة يعني مثلا هاذا 44 هاذا 48 c اللي هو hex سير تقريباً رقم 12 انزين ليش الفرق بينهم اربعة هذي معلومة وايد حلوة الانتجر حجمتهم 4 بايت عشان تذيقع يصير difference بينهم بس اربعة شكرا لمتابعتكم كما معاكم وخوكم يوسف الصالح وان شاء الله في الدرس الياه راح يتكلم عن من البوينترز اكثر موسيقى